برج الحوت بداية خلي اقول لك الطاقة العامة اللي انت بها حاليا البعض منكم يا برج الحوت المتزوجين بالاخص اخص بهم المتزوجين حق لكم الطاقة للمتزوجين والعزاب ايضا المنفصلين طاقة العامة للمتزوجين اشوف ممكن انه تكون عندكم بالفترة الحالية فرحة عائلية ولادة جديدة ايضا اكوت جدود ممكن يكون اه مصلحة انت بالفترة الحالية اوووضع مصلحة على استعمال العائلية اتمرت في مشاكل بسابق وهسه المشاكل اللي تحسنت ممكن تكون لبعض منكم انت هذه اوات انتقال فمكن يكون برج الحوت انت اما منتقل البيت جديد وعندك اصلاحات بالفترة الحالية قاعدة تحاول انه اتمامها لأنها ايضا يتيج Alert فبعض منكم ممكن منتقل الى بيت جديد او حتى منتقل الى محافظة اخرى او حتى دولة اخرى وبالفترة الحالية عنده اصلاحات والبيت قاعد يحاول يصلاحها اما البعض الثاني ممكن ممكن تكون انت بالفترة الحالية قاعد تعيش مناسبة عائلية او خبر عائلي مفرح جايك وده تحتفل به بالفترة الحالية او انه انت نفسك ممكن تكون قاعد تحتفل بخبر يخصك انت بالنسبة للناس المرتبطين اشوف ان المرتبطين من برج الحوت اكون موضوع زواج شاغلكم وبهاي الفترة قاعد تفكرون بهواية هذا الزواج ممكن يكون من شخص من برج ناري خاص اذا كان شخص برج القوس لانه ظهر عادكم بالعاطفة او حتى برج الاسد او الحمل عفوا ممكن هذا شي انتم منتظرين اصار لكم فترة طويلة ومنتظرين موضوع الزواج والموضوع قاعد يتأجل وقاعد تصير مشاكل بسبب كل ما ينفتح هذا الموضوع هذا الشخص اشوفه هجومي وممكن حتى يكون مسحب من حياتكم او حتى ممكن يكون بعد بالفترة الحالية هو على مفترق طرق محتار بينك وبين شخص ثاني اذا كنتوا بعلاقة ثلاثية او محتار بينك وبين الاهل اذا كان اكو معارضة لانه اشوف اكو طرف ثالث مخرب او موقف موضوع الزواج ببيناتكم بالفترة الحالية فهذا الشي متعبك وانت ده تحاول انه تتخذ قرار او حتى ده تحس بنوع من التلاعب من ناحية هذا الشخص وهذا الشي مؤثر على نفسيتك وشاغ لك طاقتك الحالية كل تفكيرك هو بهذا الموضوع اللي موجود اما البعض الثاني من عدكم اشوف انه انتو ممكن تكونون بالفترة الحالية داخل بالنسبة للعزاب اكو شخص داخل بحياتكم او باديين بداية جديدة او حتى انه انتو تكونون ممكن تتمرون بمرحلة استشفاء لانه ايضا هاي ورقة ستار هي تعني ورقة الشفاء من بعد ازمات صدمات مريتوا بها بحياتكم ازمة انفصال طلاق ازمة وفاة ازمة صحية ايان كان الازمة اللي مرت بالسابق اشوف عدكم استشفاء بالفترة الحالية انتو بفترة شفاء عدكم مثل ما نقول يعني بديتكم انتو بمرحلة تجدد اكو تجدد قاعد يصير بحياتكم ممكن انتو اتخذتوا قرار انو انتو اتجددون حياتكم وبسبب اوضاعش انتو بسابق مراضين عنها تحسون اكو نقص البعض منكم ممكن يكون اكو بشارة عمل جديد الناس اللي ما عدهم عمل من بعد فترة مريت بيها باحتياج عاطفي او حتى احتياج مادي وهسا اكو تعويض اليك المهم اشوف اكو عوض اليك اكل بعض منكم بداية جديدة او حب جديد بادي هسا بالفترة الحالية ومجغول بها لبيو ديفكر وديفكر باستقرار ديفكر بزواج اه ان شاء الله نشوف هسا يعني الطاقة مفصلة تكون اكثر بالاوضاع العاطفية اما بالنسبة للصعيد العام عندك تحقيق امنية بهاي السنة يا برج الحوت امنية صار لك فترة طويلة انت منتظر انه هي تتحقق عندك تقدم على الصعيد العملي اه طبعا اشوف من بعد ركود بالاوضاع المادية او حتى الاوضاع العملية اللي موجودة عندك اكو تقدم اكو خطوة راح تتخذها اكو عندك تقدم على الصعيد المالي اكو اه عندك نوع من حب المغامرة اكو لبعض من عدكم ممكن يكون صار لفترة تارك العمل او حتى اكو وعود هواية بالعمل امورك كانت متعلقة متوقفة ممكن شخص اكو كان وعدك بعمل ولكن هذا الشخص اكتشفت من بعد فترة من الانتظار والامل اللي كان مأملك به هذا الشخص ولكن هذا الشخص طلع هو مجرد شخص ثرثار اه يتكلم بدون فائدة ويتكلم بدون عمل شخص كثير الكلام اشوف امتعبك على الصعيد العملي قاعد يؤثر عليك او حتى ممكن تكون انت متعب بالعمل ببداية السنة راح تكون خاصة اول اربعة شهور اه شوف انه اكو شخص راح ينقل كلام عنك شخص فرتار اه ينقل اشاعات ينقل كذب ممكن حتى يحرض عليك بالعمل هذا شخص مواضح ومو صريح اه راح يتعبك يأثر عليك شوية بالعمل اول اربع اشهر من السنة اه بس انت قاعد تشوف انه انت شنت ممكن ما اخذ ريست ما اخذ استراحة وهسا بلشت راح تبلش بهاي السنة ان شاء الله او حتى ذا شنت ما اخذ اجازة او انفصلت عن عمل فاشوف راح تبدأ خلال هاي الاربع تشهر الاولى انه تطلع من حالة الركود المادي الركود اللي صاير حتى بالعمل الممل تتغير اكو تغيير اكو حظ من جانبك راح يصير من بعد فترة من بعد اشخاص كانوا دائما يكذبون عليك انه احنا راح نلقى لك شغل احنا راح مثل اذا عندك ترقية او شي نسهلك معاملا سهلك امر هما الاشخاص هذولي اشوف عندهم كذب كان متلاعبين وعودهم فارغة بس كلام ولكن الحظ من جانبك اكو مساعدة الهية اكو ايد راح تلمد لك وراح تخلي امورك تتحسن كلها خاصة المادية وتتغير الاحسن اشوف انه عندك تقدموا بهاي السنة عندك امور هواية راح تتحسن ولكن شوين وجود بعض المشاكل يعني على صعيد الاطفي اشوف حتى على الصعيد الاسري بس الامور تتحسن كلها بصورة عامة ان شاء الله قلت لكم على صعيد العمل الامور تمشي من بعد توقف صار لفترة ممكن صار الاربعة تشهر هاي الامور متوقفة اشوف الامور راح تمشي راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد ووضعك المالي راح يتحسن عندك تحقيق امنية بصورة عامة بهاي السنة عندك تجدد عندك طاقة تستشفاء من ازمات هواية مريت بها بالماضي بالفترة الحالية قاعد اشوفك منطلق اه دا تحاول تجدد حياتك تجدد امورك حتى تغير مكان عملك عندك انتقال ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر فكرة انتقال يعني ببالي اشوف الانتقال راح يصير والانتقال راح يكون من صالحك وراح تستقرب المكان اللي راح تنتقل على الصعيد الصحية اشوف عندك اهمال كبير يخص الصحة امورك الصحية شوية صار لك فترة احتمال صار لكم البعض منكم صار لسنة يعاني من مشاكل الصحية ولكن اه ما قاعد يحل هذا الامر ما قاعد يهتم بي ما قاعد يدارك اخطار الموقف قاعد يهم الصحة لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة لانو اشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة او حتى كنت تعاني منها اشوف مشكلة صار لها سنة عندك انت ما قاعد تشوف لها حل راح تتفاقم خاصة لبعض النساء اشوف موضوع انجاب متأخر عليك ممكن يكون بسبب موضوع تابعة او موضوع عمل كان عندك بالسابق شخص من العائلة شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا شيء مأخر الانجاب عندك فلازم تشتغلين على التحصين وذا عندك تابعة او حتى عمل لازم تتخلصين منه دائما اذكار مثل ما اوصيكم دائما اذكار تحصين الحسد السحر حاولوا تحصنون نفسكم على الصعيد العائلي اشوف اكو مشاكل عائلية انتا قاعد تمر بيها عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية عندك تعصب يعني عندك نوع من الهجومية صاير ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخص المزوجين اشوف اكو مشاكل ببناتكم هواية ممكن البعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف بي او طبعا الطرف الثالث اللي مو شرط يكون علاقة اذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك او من عائلة الشريك اللي انت تتعامل ويا دائما يدخل بحياتكم ويحاول يخربها او هو سبب المشاكل اللي موجودة فاشوف انه هذا الطرف الثالث مسبب لكم مشاكل هواية على الصعيد العائلية شوف عندك نوع من النزعة الغضب شوية عندك تفكير سلبي هواية مشاكل ممكن خفيفة يعني مو مشكلة كبيرة بينك وبين العائلة خلافات تصير ولكن الامور تنحال بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون انه اكو علاقة ثلاثية عدشاريكم اشوف انه انت احلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني انت عندك امنية او مثل يعني اتحاول انه اتطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال اول ثلاثة شهر من السنة من بيناتكم وراح يرجع الاستقرار اذا شنتوا يعني انتم منفصلين او حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث ببيناتكم فيشوف انه هذا الشخص او خلال اول ثلاثة شهر او صار الثلاثة شهر هو طالع من العلاقة والعلاقة بينكم اشوف بها راح يرجع استقرار من بعد مشاكل من بعد تعب التوازن راح يرجع للعلاقة والبيت راح يستقر هاي بالنسبة للمتزوجين يعني هاي كمشاكل عائلية اما بالنسبة للمرتبطين مثل ما قلت لكم اشوف البعض معتكم معتكم سيناريو طرف ثالث المرتبطين ممكن اكو شخص من اهل الشريك او حتى من اهلك انت معارض العلاقة ببيناتكم اه دائما ببيناتكم صد ورد قاعد اشوف اكو يعني طاقتكم صايرة خاصة اذا شن تتعامل ويا شخص من برج القوس فدا اشوف هواية صارت مشاكل بناتكم بالفترة السابقة هذا الشخص عليه هواية ضغوطات عليه هواية هجوم اكو هواية ناس قاعد يتحاول انه اكو مشاكل عائلية عند هذا الشخص اذا كان برج ناري برج القوس بالاخص او برج الاسد او برج الحمل بس برج القوس طالع يمي واضح هذا الشخص اشوف عنده مشاكل عائلية هواية اذا ما كانت انت صاحب هاي المشاكل وهو منشغل بها بالفترة الحالية اكو موضوع الزواج بيناتكم قاعد اشوفه دائما قاعدة تصير بي اه تأجيل دائما يصير بي خلافات دائما يصير مشاكل ولكن الزواج موجود من بعد تأخير وتأجيلات محتاجة كل اللي انت محتاج انه انت تصبر على هذا الشخص وتحاول انه مثل من قلت توقف جان بلا تضغط عليه لانه اشوف عنده طاقة هجوم قوية صايرة طاقة عصبية هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين واكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباط او حتى الشخص اللي يتعاملوني عنده مشاكل عائلية هاي العلاقات الثابتة المرتبطين صارت لهم فترة طويلة وامورهم تمام فاصبر على هذا الشخص وبالاخير راح تنسعدون اشوف منانا لحد نهاية السنة ان شاء الله اكو لكم زواج اكو لكم بيت واستقرار راح يكون من بعد مشاكل هواية مريتوا بها بالسابق من بعد مخالفات ومعارضات هواية من الاهل بالنسبة للناس اللي منفصلين او حتى العلاقات المتزعزة راح اساولكم مياها خاصة بعد العلاقات المرتبطين الثابتة والعلاقات المتزعزة العلاقات الغير حقيقية البعض من عدكم اشوف من المنفصلين طبعا اشوف عدكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف الثالث طرف الثالث اللي بيناتكم اشوفه شخص متسلط متلاعب عند مكر عند حيلة او حتى الشريك ممكن تكون اكتشفت هنا طاقة ماتة هوائية هذا الشريك اشوف انه هذا الشريك عنده تلاعب عند مكر خداع ممكن تكون اكشفت طرف ثالث عنه وممكن يكون جراحك بالكلام او فرض عليك شروط مستحيلة حتى يستمروا ياك بالعلاقة انت بالفترة الحالية غير متوازن العطاء بينكم غير متكافئ بالعلاقة هذا الشخص عنده نوع من الانانية يفكر بنفسه بس عندك مخاوف انت هاي تشمل العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة ايضا اشوف عندك مخاوف انه انت تبدي علاقة جديدة او حتى تخلي شخص جديد يدخل بحياتك بهاي الفترة ما عندك ثقة انت غير مستعد انه تفتح قلبك بهاي الفترة الشديدة انت غير قادر على انه تدخل بعلاقة جديدة بالفترة الحالية انت ممكن تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الازمة اللي صارت بك بالسابق او العلاقة الفاشلة اللي مريت بها وكان بها خيانة وبها انفصال مؤلم صار يعني اكل انفصال يكون حضاري واكون انفصال يكون مؤلم اللي هو يكون بخيانة بيكذب بيخداع بشخص يطعنك بظهرك ممكن يطعنك بالكلام حتى لانو اشوف هذا الشخص يعني مو من النوع اللي يهتم المشاعر الناس يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة وايضا كلامه جارح كلامه مو حقيقي وافكاره حتى افكاره تكون افكار حدية انو هو يفكر بنفسه اناني وما يريد الخير للاحد هو يريد الخير بس النفسه ما يهتم المشاعرك ما يهتم الاشياء اللي انت تهتم بها او حتى الاشياء اللي انت تريدها فالمنفصلين والعزاب اشوف انو هذا الشخص متعبكم هواية اللي كان بالماضي موجود ممكن ان بعض منكم صار الى ثلاثة شهر من الفصل او من شهر الثالث وبالفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك بس راح يقول كلام كذب فانت اقطع من هسه اقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه وخليك منفتح افتح قلبك للعلاقات الجديدة الناس الجديدين اللي يحاولون انو يدخلون بحياتك بهاي الفترة ان شاء الله اشوفهم راح يكونون منصارحك خاصة الفترانة الطاقة المائية فانت قلت لك عندك نوع من يعني اشوف المنفصلين انو عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة العناد الهجوم المخاوف انت مريت بهواية ازمات هواية انجرحت من الشخص اللي تشينت منفصل عنه بالماضي هذا الشخص تعبك هواية انت بالفترة الحالية ما اخلي حاجز بينك وبين الناس بينك وبين العلاقات بينك وبين العاطفة خاصة هزا راح احتي على الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة والمطلقين يعني بالاخص فاشوف عندك طاقة الدفاع الحماية يعني تريد تحمي نفسك تحاول تحمي مشاعرك تحمي نفسك من الناس اللي يدخلون بحياتك ويجرحوك عندك مخاوف وقلق بالنسبة للرجوع للناس المطلقين اشوف من بعد فترة كانت الامور بيناتكم معلقة من بعد فترة كانت غير قادرة على اتخاذ القرار ممكن انت او الشريك كان محتار بين قرارين شنتوا واصلين المفترق طرق الامور بيناتكم معلقة اكو شخص منكم ان يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة راح شاف طريقة اه حسب ما انتش تتفكر ولكن العودة موجودة من بعد فترة قلت لك المراوحة المكان وما كان قادر يتخذ القرار والامر بينكم معلق صار لفترة طويلة قاعد اشوفوا التمام الفصلين جديد رجوع بيناتكم موجود وحقكم راح يرجع من هذا الشخص هذا شخص حقكم راح يرجع من عنده رجوع بينكم موجود خاصة الناس اللي بيناتكم طفل راح يكون الطفل عذر هذا شخص اشوف شوية عنده كبرياء فما راح يرجع لك بصورة مباشرة ويقول لك انا اريد ارجع اذا كان بيناتكم طفل فراح يرجع عن طريق هذا الطفل او بعذر انه هذا الطفل محتاجك خلي طفل اللي بيناتنا يتربى بيننا اثنين لانه اشوفوا عنده نوع من الكبرياء الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا اكون تجدد للحب والعلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوفه طالع من العلاقة فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود اذا شنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الميزان برج الجوزاء طبعا هاي القراءة ما تشمل القراءة اللي غيرتها بالبداية ممكن تنطبق منها لبعض منكم بس هاي خاصة للمطلقين فقط اللي يردون الرجوع فالرجوع موجود اتجدد بالحب موجود اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح ببيناتكم وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك وبطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع ما راح يجيك يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر لا راح يدخل لك بصورة غير مباشرة انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامل انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك انت تخليت وقررت انه تبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص ولكن هذا الشخص اشوف وراجع الكارما راح تكون وياك وحقك راح تاخذ من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول من بعد متاعب مريت بها وياه من بعد خيانة ممكن تكون حتى مريت بها اشوفها نادم وراح يرجع وراح يحاول انه يصال حق يصر عندها نوع من النضج العاطفي بينك وبين البعض منكم اشوفوا التواصل بيناتكم جدا جدا عالي يعني يكون تواصل روحاني كان بينكم عالي اكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام فهذا الشخص راجع ان شاء الله والله يهدي سركم ويصلح الحال بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهك انو انت راح تمر بازمات بهاي السنة يا برج الحوت ولكن كل اللي اطلبه من عندك انو انت تكون قوي تكون قادر على الغفران قادر على مسامحة الاشخاص اللي اذوك بحياتك حتى تعدي الازمات ممكن تكون انت مار بازمة اساسا انو هاي الازمة بعدها لحد من الماضي قاعد تفكر بها التحدي اللي قدامك انو انت تخلي حد للماضي وتترك الماضي ورا ظهرك اه اتباوع على الفرص اللي موجودة قدامك البعض منكم من قد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مار بيها بالفقدان بخيبة الامل اه شوفوا انو ما قاعد يشوفوا الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدامه بالفترة الحالية اكو فرصة هواية عندك انت منطيها ظهرك ومنطلع بس على الماضي ابدأ حياتك من جديد التحدي اللي قدامك انو انت ما تخليش يوقفك بهاي السنة كلها سواء كان ازمة من الماضي او حتى ازمة راح تتجدد ممكن سيناريو اللي قلته بخصوص بعض الناس اللي علاقتهم متزعزعة يكون بعدها مصاير وفراح يصير فانت لازم انو تكون قوي هذا التحدي اللي قدامك لانو اساسا نقاط اه نقاط ضعفك انو انت ما قاد ما تقدر تسيطر على مشاعرك انت غير قادر على انو انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة فنقاط ضعفك انو انت تتحكم بمشاعرك تكون صلب تكون قوي تاخد طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا الورقة طلعت لك مقلوبة ما طلعت عدلة فانت نقاط ضعفك انو انت انت فاقد قوتك اه فاقد عزمك فاقد الارادة الازمة هاي اللي مريت بها او حتى راح تمر بيها راح تأثر عليك هواية وحتسبب لك نقطة ضعف انو انت دائما تطلع تباوع للماضي متباوع الامام شنو الاشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك اتفائل وفكر بايجابية كون قوي وانت قادر على انو تتخطى اي ازمة وممكن تمر بحياتك طبعا دا حسب ما اذكر برج الحوت انتو اساسا بشهر اتناعش كانت اموركم ايضا متعبة واني كان الفيديو قلت لكم هذا الوقت سيمضي فهذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والامور راح تتحسن بالنسبة لنقاط قوتك اشوف انو انت عندك هواية فرص لانو قلت لك هي نقاط ضعف نقاط القوة التحديات انا قاعد اشوف الاوراق اساسا انو هي الاوراق مرتبطة ببعضها يعني كقراءة واحدة يعني هسا دا نريد نقراها الاوراق ثلاثتهم هيتش اخليهم واقراهم هي قراءة موحدة انت نقاط القوة اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجودة انو انت قاعد تباوع الماضي ومنطي ظهرك الفرص جديدة نقاط القوة انو انت اولا انت عندك طموحات عندك احلام هواية عندك ممكن تكون حتى اقول عندك تواصل عالوي الناس الناس تحبك عندك هواية فرص جديدة تجيك وراح تجيك فرص راح تكون اكو فرص هواية امامك نقاط القوة اللي عندك انو انت تعرف تختار وتباوع للامام تنطي ظهرك للماضي الفرص اللي موجودة عندك هنانا اللي انت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مرت بيها بالماضي ممكن يكون البعض من عندكم مر بثلاث خسارات واحدة وراء ثانية وهذا شي يعني خلا ينهد خلا حيلة ينهد خلا امورة يعني او انت حتى ممكن وبحياتك مر بثلاث خسارات وهي تسبب انو استمرت وياك الحد الان انت ما قاعد تقدر تتخطى هاي الازمات اللي مريت بيها او حتى فشل ممكن بعلاقات او بعمل ثلاث اعمال انت دخلت بيها وفشلت فاشوف انو الفرص الجديدة موجودة انت القوة لازم تكون عندك لازم تقضي على هاي الورقة اللي اجتك مقلوبة لازم تصير عدلة وتصير قوي تروض الناس هذي المرأة تروض الاسد قاعدة فانت قوي لازم تستعيد قوتك وتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها واترك الماضي ورا ظهرك وحاول انو تفكر بايجابيل وحاول انو تفكر باتشو شن اللي راح تصير انت راح تتخذ هاي الخطوة اساسا يعني هاي الطاقة اشوفها مال الحزن والخسارة بس اول ثلاثة شفر من السنة وبعدها راح تعدي راح تبدي تنطلق شوي شوي ان شاء الله فكل التوفيق لكم برج الحوت ان شاء الله التوقعات الايجابية كلها تتحقق واريدكم اخوة اريدكم تستعدون قوتكم تستعدون صحتكم حتى لانو صحتكم همين اشوف بها مشاكل وما قاعد عدكم كسل كسل برج الحوت كافي كسل انطلق خلي هاي السنة تكون بداية جديدة اليك بداية حلوة بداية شغل جديد بداية حتى على الصعيد العاطفي مصالحات اذا شنت مشاكل عائلية عندك اذا شنت ضعيف حاول تقوي نفسك تستشفي انت عندك هواية اوراق شفاء فلازم تستشفي من هاي الازمة اللي مريت بها بالسابق والصدمة اللي عشت بها ما راح تتكرروا ان شاء الله كل التوفيق اليكم برج الحوت تلتقيكم ان شاء الله اشتركوا في القناة